يقول سائل إمام لا يتقن قراءة القرآن فهو يقع في اللحن الجلي ويقلب المفتوح وإلى المكسور فهل نصلي خلفه العلماء أولا الله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ويقول سبحانه وتعالى وردت للقرآن ترتيلا فالمفروض للإنسان إذا تصدر لإمامة الناس إنه هو يكون عارف أحكام الصلاة لو أخطأ في الصلاة عمي الإين ويعرف أحكام القرآن أحكام التجويد العلماء يقسمون التجويد إلى لحن جلي ولحن خفي لحن الجلي ده لو أنسان ما مثلا بيكسر بقى المرفوع ويرفع المكسور ويضم يعني ببوز القراءة خالص ده لحن جلي لحن ظاهر لحن الخفي إنه واحد مثلا ترك الغنة ما عملش الإخفاء كويس الإقلاب نحو ذلك ده الإنسان اللي بيقرأ اللحن جلي صلاته لا تصح اللحن الخفي صلاته صحيحة مع ما فيها حتى إن ابن الجزري رحمة الله عليه قال والأخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا فالمفروض الإنسان حتى ابن الناظم ابن الجزري يعني لما جي شرح الأبيات دي قال وهو واجب على من قدر عليه اللي يقدر يتعلم التجويد المفروض أن يتعلمه ما ينفعش واحد يسيب نفسه كده وهو متصدر للناس في الصالة يصلم الناس ده آثم الذي يقرأ القرآن ويلحن لحنا جليا آثم ولا يحل ولا يجوز له أن يتصدر الناس للإمام ما ينفعش هو يبقى إمام الناس لأنه لا يحسن القراءة لا يحسن قراءة القرآن لو كان لحن لحن جلي لحن الجلي زي ما قلنا أنه بيغير الحركات بيغير المعاني بيغير الكلام طيب اللحن الخافي لحن الخافي بقى لو بيقرأ القرآن زي ما قلنا ما عملش الأقلاب كويس ما عملش الإخفاء كويس ما غنش الغنى كما ينبغي ده لحن يجوز فيه التغاضي والأمور تيمشي وفيش مشكلة مع أن الأصل أن الإنسان برضو يحاول التزم بقواعد التجويد التي نزل بها القرآن كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرين فالقراءة القرآن نزل يخونا مجودا يبقى المفروض أن الإنسان يحاول بقدر مستطاع أن يتعلم أحكام التجويد حتى لا يقع في أي إثم أو طائلة المخالفة والله تعالى أعلى وأعلى